يجتمعون هنا في ازتحام لتلقي المساعدات حتى لا يموت جوعا الوقت يطول والطوابير كذلك لكنهم بمختلف فئاتهم العمرية ينتظرون فمعاناتهم أكبر من أن تحكى وأكبر من التململ من الانتظار الطويل هنا الأرقام دائما ما تعزز حول الكارثة الإنسانية برنامج الأغذية العالمي قال إن مسحا عن الأمن الغذائي باليمن أظهر أن أكثر من 15 مليون نسمة إما يعانون أزمة أو حالة طارئة والعدد قد يزيد إلى 20 مليون ما لم تصلهم معونات غذائية بشكل ثابت فحتى لو وصلت للسكان الذين أصبحوا على حافة المجاعة مساعدات إغاثية عاجلة من بعض المنظمات الدولية فهي عادة ما تكون غير دائمة فما يسد رمقهم اليوم ربما لن يحصلوا عليه غدا لذا اشترط البرنامج مساعدات ثابتة حتى لا يزداد الوضع الإنساني المتدهور أصلا سوءا المسح الذي أجراه خبراء يمنيون ودوليون في أكتوبر الماضي وفقا لنظام دولي لتصنيف أزمات الغذاء وجد أن نحو 65 ألف يعانون كارثة غذائية أو أنهم قرب مستويات المجاعة معظمهم يعيشون في مناطق الصراع وذكر البرنامج أيضا أن العدد قد يزيد إلى 237 ألفا ما لم تصل مساعدات غذائية